تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات خلال زيارته إلى منطقة كوم أبراضي الصناعية بمحافظة بنسويف وخلال جولته التفقدية بالمجمع أشاد مدبولي بجهود شركة سامسونج في توطين صناعة التقنيات الحديثة لمختلف منتجاتها بالسوق المصرية مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير مختلف الحوافز الممكنة التي تحتاجها الشركة لتعزيز تنافسيتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية انطلاقا من مصر من جانبه لفت رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر إلى تطلع الشركة لجعل مصر مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير يخدم مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا اشتركوا في القناة